أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في قناتكم حديقة منزلية مع بداية فصل الربيع يبدأ نشاط العديد من الحشرات والآفات الزراعية بسبب دفء الجو ومن هذه الآفات والحشرات حشرات صانعات أنفاق الحنضيات هذه الحشرة عبارة عن فراشة صغيرة بطول 4 ملي متر تنشط ليلاً وتضع بيوضها على الأوراق لتفقس بعد ثلاثة أيام وتبدأ اليرقى باختراق طبقة الأوراق الوسطى وتحفر بها خطوط ملتوية تتغذى من خلالها على مادة الكلوروفيل الموجودة في الأوراق وتركز عملها على الأوراق الفتية والنموات الحديثة مسببة خللاً في عملية البناء الضوئي وتوقف نمو النبات وضعف الإنتاج والمحصول وتظهر ملامح الإصابة على الأوراق عندما تبدأ الأوراق بالتشوه والالتواء ويمكن أن تصيب هذه الحشرة أشجار ونباتات مختلفة كالخضروات بأنواعها وأشجار الزينة يتم مكافحة هذه الحشرة مكافحة كيميائية بالمبيدات الحشرية وأفضل وقت للمكافحة عند بدء نمو البراعم الجديدة للأشجار حيث يتم رشها بعدة مبيدات حشرية منها فيرمكتين، رومكتين، فيرتيمك أنا سأستخدم المبيد المتوفر لدي فيرمكتين حيث يتم وضع نصف سانطي على كل واحد لتر ماء سأضع تمني صانطي من المبيد على 16 لتر من الماء وذلك حسب كمية الأشجار الموجودة لدي نقوم برش الأشجار على شكل رذاذ على النموات الجديدة نكرر الرش بعد عشرة أيام مرة أخرى ويعاد الرش مرة أخرى في فصل الخريف إلى هنا نكون قد انتهينا عزائي المشاهدين من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حش في الحديث اشتركوا في القناة